ولو كانت البلاد الإسلامية سارت على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المجال فقط الحرية في كل شيء بالنسبة لأفراد الأمة لما كان هناك بلد أكثر ازدهارا في جميع المجالات وفي إطار الفضيلة يشبه البلاد الإسلامية ولكن ومع شديد الأسف انحرفت القيادة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وعبر الحكام الذين لم يمنحوا للأمة وللأفراد الذين يعيشون تحت الحكومات المسمات بالإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء خنقوا الحريات خنقوا الأنفاس الناس لا يستطيعون في أيام الحكومات باستثناء حكومة أمير المؤمنين صلى الله عليه الذي كان يستنهض الأفراد بالحرية وهو صلى الله عليه يمارس الحرية في كل الأبعاد في حكومته